في الصباح كان هناك الافتتاحية فكان جميع الممثلي الدول موجودة وأنا بما في ذلك ولكن لم يكن هناك وزير خارجية أوكرانيا ولا وزير خارجية بولندا وأيضا سافر بلينكين وبوريل ولماذا جرى ذلك فهم يرون أنهم بهذه الطريقة يظهرون نيتهم بعزل روسيا في الحقيقة فهم يخافون من أي حوار صريح ومباشر وهذا الخوف يشرح محاولاتهم عدم إعطاء التأشيرات لدبلوماسيين أكان إلى الأمم المتحدة أو إلى باريس لفعاليات المختلفة فهذا يعتبر خوف كما رأينا في بداية الفيديو وزير الخارجية الروسي سيرغي لابروف يصف وزير الخارجية الأمريكي جوزيف بوريل بالمبناء وسمعنا الفيديو صوت وصوله جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي في مقر اجتماعات وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي اسكوبية ومتعود على قصف الجبهة الوزير الخارجية الروسي سيرغي لابروف متعود دائما يقصف جبهة الآخرين بكلمات لازع وانتقاد لازع يعني لما يجي على لسان وزير الخارجية كلمة الجبناء أو الخوف ده كلام كبير جدا لان الخارجية بتعتبر يعني ان الكلام مهم جدا وزي ما بيقولوا الكلام بحساب سقطت مروحية كما رأينا في بداية الفيديو على طريق سريع في مدينة مدريد مما أدى الى إصابة سلاسة أشخاص وفقا لوسائل الإعلام الأسبانية ويمكن أن تكون عاصفة من الرياح لم يقولوا سبب سقوط الطائرة ولم يقولوا سبب الحادث أيضا يحيى سريع بيقولك فور انتهاء الهدنة سنستأنف عملياتنا سوف نقوم بالقفض على جميع سفن النظام الإسرائيلي أو استهداف السفن التي تنوي عبور البحر الأحمر بالإضافة لذلك سنكسف هجمتنا على الأراضي المحتلة أيضا صورة الطيران الإسرائيلي يشن غارات جديدة على رفح الفلسطينية وإذكرنا في الفيديو السابق استشهاد سنين جدائريين كانوا يعملان في العمليات الإنسانية والبعض يقول ان هناك متطوعين جدائريين داخل غزة القوات الروسية تسقط مروحية مي تمانية ومقاتلة ميج تسعة وعشرين أوكرانيين وزارة الدفاع الروسية أفادت بأن القوات المسلحة الروسية أسقطت مقاتلات من طراز ميج تسعة وعشرين ومي تمانية وتم إسقاط المقاتلة في منطقة بريانيسك في مقاطعة ميكولايف وتم اعتراض صاروقين من طراز هرم وثمانين صواريخ من طراز هيمارس وأسقطت أيضا الدفاعات الجوية الروسية خلال النهار ثمانية وتلاتين طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوجانيسك الشعبية ودونيسك الشعبية ومقاطعة زابولوجيا وخلصور وأشار البيانة لأن وحدات من القوات الروسية بإسناد من الطيران والمدفعية صدت ستة أجمات للعدو بالقرب من بلدة فيبريو في منطقة زابولوجيا وبلغت خسار العدو ثلاثين عسكريا ودبابة واحدة وشاحناتين بيكاب ومدفعية أمريكية الصنع من طراز هيمارس ثلاث سبعات بالإضافة لمدفعية من طراز دي عشرين المدفعية الروسية تدمر معاقل الجيش الأوكراني وتحييد مجموعة عسكريين أوكرانيين نشرت في وزارة الدفاع مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير معاقل تابع الجيش الأوكراني وتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية ويتظهر لحظة قصف القوات الروسية لمعاقل أوكرانية وأوضحت وزارة الدفاع نابقم الطائرات دون طيار التابع لحرس طولة المجوقلة اكتشفت معاقل محطة القوات الأوكرانية في مدارع الغابات وتم نقل إحداثيات مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الفاول للقوات الروسية مما أدى إلى تدمير معاقل القوات الأوكرانية وتحييد الجنود الخارجية الروسية بتولق برلين تغلق قنصليتها لدى روسيا تماشيا مع سياستها لقطع العلاقات السنائية وده خبر مهم جدا رضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخالوفا اليوم أن السلطات الألمانية تغلق قنصليتها العامة على الأراضي الروسية وفقا لسياستها المتمثلة في قطع كامل للعلاقات السنائية مع موسكو وقالت زخالوفا في تعليق بهذا الصدد نشر على مواقع الخارجية السلطات الألمانية تتخذ هذه الإجراءات وفقا للسياسات التي تنتهجها حكومة ألمانيا الاتحادية والتي تهدف إلى قطع مظموعة العلاقات الروسية الألمانية بما في ذلك تقليل التفاعل السنائي في البعد الدبلوماسي وأشار إلى أن الخدمات الكنصولية للبروس الذين يعيشون في ألمانيا ستكون متاحة فقط في برلين والكنصولية العامة في بون وأضافت زخالوفا بتقولك تتعمد برلين تعقيد الخدمات الكنصولية لمئات الألاف من الروس الذين يعيشون في ألمانيا نحن نتخذ تدابير إجراءات للتخفيف قدر الإمكان من الصعوبات التي خلفتها السلطات الألمانية لمواطنين والألمان المتمين بالحفاظ على اتصال على بلدنا بولندا تهدد أوكرانيا بفقدان استقلالها في حال تطورات الأخيرة علاقتها مع برلين صلح وزير الدفاع البولندي السابق أنتوني ماسيونيز اليوم أن أوكرانيا قد تفقد استقلالها إذا تخلى الرئيس الأوكراني بلاديمير زلينيسكي عن العلاقات السياسية مع بولندا وطورها مع الماني يعني معرفش التصريح ده يعني هيقلبه عليه ولا إيه وفي مقابلة أدراها الوزير السابق مع قناة أشار إلى أن مثل هذا المصار لسياسة زلينيسكي غير مقبول بالنسبة لورسو لأن تعديد العلاقات بين كييف وبرلين موجة ضدها كل من بولندا وكييف في حد سواء واعتبر أن تطوير زلينيسكي علاقاته مع برلين خطأ استراتيجي وأنه دون دعم من بولندا ستفقد أوكرانيا استقلالها بدلا من استعدتها لأن العلاقات بين كييف وبرلين تدورت بشكل كبير في الأسبوع الأخيرة بسبب قضية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر دول أوروبا الشرقية المجاورة طبعا نتعرفين في أبريل نيسان الماضي حضرت خمس دول من أوروبا الوسطى استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية من أوكرانيا بوقت اللاحق ألغت هذه الإجراءات مقابل قرار المفاوضية الأوروبية بفرض حضر أولا حتى خمسة يونيو حذران ثم خمسلاشر سبتمبر عيلون الماضي على تسويق أوكرانيا في عرضها أربعة أنواع من الحبوب والبزور الزيتية يلقمح والزرة وبزور اللفت وعباد الشمس بايدن يستعين بصديق بعد أن فشلت مساعدة الجمهور بدعم أوكرانيا أفادت صحيفة أمريكية لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يستخدم رئيس الوزراء البريطانية السابقة ليزا تروس لإقناع الجمهوريين بتقديم المساعدة لأوكرانيا وذكرت صحيفة بولوتوكيو الأمريكية في تقرير لها أن سلاح جو بايدن السيري لأوكرانيا هو رئيس الوزراء البريطانية السابقة ليزا تروس وفقا للصحفيين توجهت رئيس الوزراء السابقة إلى واشفون هذا الأسبوع لتأمين الدعم لأوكرانيا من المشارعين الجمهوريين المشككين في انتصار أوكرانيا وضاف الصحفيين أنه يتعين على تلاش المساعدة في إعادة توجيه الحديث في دوار السياسة الأمريكية بعيدة عن الإنعزالية ونحو الدور نشط لمساعدة أوكرانيا طبعا تعرفين الكونجرس الأمريكي مل من مساعدة أوكرانيا ورافض إعطاء أوكرانيا أسلحة وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونجرس أكثر من مئة وخمسة مليار دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريين حتى الآن النظر في هذا الطلب بشكل مشترك واقترح فصل المساعدات المقدمة لكييف وبعض المواقف الأخرى من أجل إجراء منقشة منفاصلة يعني ما عايزيني ينقشوا كل موضوع على حدة نكتفي بأذر القدر وتحياتي لكم ومشتركوا في القناة ينصلكم كل جديد محدثكم طريف العديد بتحياتي